بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند الحمد لله يمكن البداية واستئناف الأهلي في مسابقة الدوري كانت بشكل جيد جدا بالأمس في مباراة أسوان والفوز بسلاسية أولا النتيجة ليست هي المقياس بالنسبة لنا في مباراة الأمس النتيجة والأداء والتدوير والروتيشن اللي عمله الجهاز الفني وقبل كل ده جماهير النادي الأهلي اللي صنعت الحدث في أسوان جماهير النادي الأهلي كانت موجودة بشكل رائع جدا وكانت أبرز لقطة بالأمس في محافظة أسوان الجميلة قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة حالة النهاردة هنتكلم على كواليس هذه المباراة والحضور الجماهيري المميز والرسالة الرائعة أمور الأهلي بالأمس في جنوب الصعيد إن شاء الله بإذن الله تكون الجماهير موجودة في مباراة سانداونز يوم السبت المقبل على ملعب السلام حالة فيها كواليس وتفاصيل وكمان هنبدأ نتكلم على مباراة سانداونز والتحضير لها خلال 48 ساعة اللي جاية المباراة إن شاء الله يوم السبت في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف رأي حضراتكم في أفضل تشكيل يلعب بالأهلي في مباراة سانداونز في دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل طبعا كولر يحدش بيقدر يتوقعه الفترة الحالية ولكن قدر إن كان بنحاول الجمهور كده معنا يبدأ ينخارج شوية في مطابعة التشكيل وأبرز اللعيبة اللي ممكن تبدأ في المباراة اللي جاية شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم لكن نروح لي أهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد لسانداونز جدا وكمان لجنة الانضباط بالكعفة تفحص شكوى الأهلي ضد الهلال وأخيرا رغم الخسارة القاسية أرقام قياسية لصلاح طبعا المباراة الأمس لفربول وريال مدريد وانتهاء المباراة في الجولة الأولى بفوز الريال في ملعب الأنفلد بخمسة دهدف مقابل هدفين كانت مصر حديث الكل بالأمس على السوشيال ميديا خاصة أن البعض ربطها بأداء الأهلي ونتيجة الأهلي أمام الريال مدريد ده شيء رائع جدا لما بتتفرج على دورة أبطال أوروبا والناس بتربط نتائج هذه البطولة بمباراة الأهلي في كأس العالم للأهلي أمام الريال في المباراة اللي وقيمت في أوائل هذا الشهر طيب نروح ليه استعراض مباراة اليوم والنهاردة في مجموعة كبيرة جدا من المباراة المحلية والإفريقية نبدأ مع بعض كس أمم إفريقيا للشباب بتحت 20 سنة اللي بتصادفها مصر في مباراة بدأت حوالي الساعة 4 وانتهي الشوت الأول بتقدم السنغال على موزنبيق بهدف مقابل لاشيء طيب المباراة التانية واللي بتهمنا بالتأكيد ده مصر وناجيريا هتكون الساعة 7 ولا بديل أمام منتخب مصر سوى الفوز من أجل ضمان حزوزك في التأهل للدور التالي طيب الدوري المصري يمكن في هذه الأثناء مباراة المقاولون العرب وفيوتشر وأيضا الساعة 7 مباراة المصري وبيراميدز دي المباراة الأخيرة لفيوتشر وبيراميدز قبل مباراة الكنفيدرالية يوم الأحد المقبل طيب دوري أبطال أوروبا وجولة جديدة ساعة العاشرة من مساء اليوم مباراتين في توقيت واحد انتر ميلا بيستضيف بورتو وليبزيج الألماني بيستضيف منشستر سيتي دي أبرز مباراة اليوم والجولة في المباراة الإفريقية والمحلية وأيضا كمان دوري أبطال أوروبا نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لفقرة الأخبار والكواليس والمعلومات ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد طيب المباراة الأمس ما بين أسوان والأهل في الدور العام زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة الفكرة بالنسبة لنا مش في السلس نقاط والتشكيل والأداء لا فيه جوانب تانية مهمة جدا أهم هذه الجوانب وقبل ما أتكلم بقى في المباراة وأحداثها وكل حاجة جماهير النادي الأهلي الجماهير المباراة صنعت الحدث في محافظة أسوان بصوا قدامكم على الشاشة دي النقاط الإيجابية المضيئة اللي مهم جدا نتكلم عليها لأن ناس كتيرة جدا حابت تلعب في المورسات التاريخية أو في شعبية الأهلي أو في مكانة الأهلي ولجانع السوشيال ميديا وبرامج مدفوعة الأجر وكلام كتير شفناه على مدار 3-4 سنين وللأسف طبعا المباراة بدون جمهور فعايز ترد أنت هترد على إيه؟ أنت هتتكلم على تاريخ نادي نشأ من 1907 يعني مرة على إنشاءه دلوقتي بتتكلم في 116 سنة فهتطلع ترد على مين وتقول إيه؟ لكن إمبارح جات اللقطات اللي أنت شايفينها في أسوان وبالمناسبة الميزة كمان في اللقطات إمبارح أنت لعملت رحلات ولا وجهت الجمهور لحضور المباراة وراجع من السودان بمشكلة ونتيجة وآداء وراجع من كس العام للأندية البعض بيحاول يصور للناس إن الأهل ملعب شكورة وإن الأهل خسر كتير فأنتوا شايفين قدامكم على الشاشة جماهير حوالين الأوتوبيس وهو الفريق رايح الأستاد وقبل كمان ما يتحرك وهو رايح الأستاد اللقطات اللي موجودة على كورنيش النيل وهو بيتحرك من الأوتيل ورايح بيعدي الناحية الثانية عشان يركب الحافلة شوفوا الجماهير وقف إزاي في الطريق بصوا الجمهور في الملعب بصوا عامل إزاي أعلام الأهلي قرنفال مبارح مبارح كان فيه قرنفال في أسوان والله يا جماعة يعني عايزين لنا استعيد من تاني الصورة الحضرية اللي كانت موجودة في الملعب المصرية قبل كده والصورة الحضرية مش هتظهر ومش هترجع إلا لما الجماهير تمنى الملعب وجماهير النادي الآهل بالأمس مبارح والله العظيم ما فيه غلطة لا في الدخول للإستاد ولا في المدرجات ولا في المباراة ولا أثناء التسعين دقيقة الصورة الجميلة دي نفسنا نشوفها الفترة اللي جاي وبعدين ملعب أسوان مبارح احنا مش محتاجين بقى نفرق ما بين الجماهير الدرجة الثالثة اللي تقعد فيها جماهير الأهلي والجماهير الناحية التانية تقعد فيها جماهير أسوان جماهير أسوان مبارح احتفرت حتى وقت الهدف بتاع الأهلي وده كنا بنشوفه زمان كنت تروح تلعب مثلا في المحلة ولا في اسكندرية أو في المنصورة على سبيل المثال يعني في البداية مثلا إيه جمهور الأهلي واخد مثلا إيه الجهة التالتة أو الدرجة التالتة اللي وورا الجون وباقي المدرجات كلها لجماهير المحلة أو المنصورة أو حتى الاتحاد السكندري أو كده ومجرد أن الأهلي يحرز هدف هتلاقي الملعب كله اكتسب اللون الأحمر انبارح نشوفنا الصورة دي انبارح كان المنظر جميل جدا صورة المباراة بالأمس من ملعب أسوان حتى فوق الأسطح والمنازل الجماهير بتتفرج على المباراة بقول لكم بارح جماهيري النادي الأهلي لا عملت رحلات ولا طلعت قطار من القاهرة للسفر إلى أسوان ولا حتى قمت بأي حاجة متعلقة بحضور الجماهير ولكن جماهيري الأهلي مش محتاج حد يقول لها اطلع ورا الفريق في أي حتة أنا كنت مراسل في وقت من الأوقات وكنت بروح مع الأهلي في كل محافظات مصر والله العظيم كان بيتيجي حافلات وأوتوبيسات وجماهير بتسافر في من كل حتة أنا فاكر في مطش الأهلي كان بيلعبه في أنجولا في مدينة ومقاطع اسمها لبولو دي على مسافة حوالي 300 كيلو من العاصمة الأنجولية اللواندا لا فيه إمكانيات للترقل ولا فيه مطار في المدينة ولا حتى فيه إنترنت يعني مش عايز أقول لكم الحالة المعيشية هناك إزاي وإيس فجأة فجأت بوجود أكتر من حوالي 200 مشجع أهلاوي قاطع مسافة رحلة برية من أديسة بابا إلى أنجولا هل تتخيلوا نموكم جمهور الأهلي أو فيه جمهور في أفريقيا يعمل ده أنا شفت ده والله العظيم بعيني وكاد كواليس الأهلي متصورة من خلال شاشة قناة الأهلي وشفنا كل الأحداث دي ناس بتسافر وبتقطع أميال وألاف الكيلومترات ومش رحلات طيران ده أنت كمان بتنزل أديسة بابا وبتتحرج من أسيوبيا عشان تروح الكنغو برزافين أو الكنغو الديمقراطية أو توصل الأنجولا بالطريق البري طريق بري يعني إيه أنت بتكلم في يومين 3 صفر ماشي في أدغال القرى الإفريقية ممكن تواجه مخاطر كتير جدا هي زي جمهور الأهلي وده اللي احنا دايما نفسنا نشوفه من جمهور الأهلي الفترة اللي جاي فيه أوقات ممكن تكون بعض الظروف بتمنع الجمهور يحضر بالكسافة اللي احنا شفناه ولكن المنظر مبارح والله العظيم فكرنا ورجعنا مش هقول للتسعينات بس خلال السنين اللي فاتت مشوار وبطولات الأهلي في 2012 و14 بطولة الأهلي في الكنفدرالية دورة أبطال إفريقيا 2012 و13 رحلة جروع في 2008 رحلة تونس 2012 الرحلات الإفريقية للأهلي لعبها في البرزافيل أو في الكنغو الديمقراطية في كنشاسة في مازينبي بالأهلي يعني الحمد لله جمهور الأهلي دايما بيصنع الحدث والصورة بتاعتمتش أسوار مبارح ما كانش ينفع نعديها الصورة دي لازم تبقى تريند على السوشيال ميديا لازم نتكلم عليها لازم نبروزها لأن مبارح السوشيال ميديا كلها بلا استثناء على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى حتى الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب الكل بيتكلم على صورة جمهور الأهلي اللي كانت مبارح بصراحة يعني ادتنا كده جرع التفاؤل إن بعد الأحداث اللي تمت في مباراة الهلال السوداني لا إن شاء الله الفترة اللي جاية جمهور الأهلي يكون أكبر داعم وسند للفريق الفترة اللي جاية ونتمنى يا رب بإذن الله يكون فيه حضور جمهير كبير في مباراة سندونز طبعا الساعة الرسمية اللي تم يعنانها عشر تلاف ولكن نتمنى نتمنى الفترة اللي جاية إن الأعداد تزيد في ظل إن الاتحاد الإفريكي سمح وبقى قرار الرسم صدر في خمسة فبراير الملاعب كلها الساعة الكاملة بدون تحديد أي حصة أو أي أعداد إلا لو الكاف عنده قرار متعلق به معايير الأمن والسلام لكن طالما الملعب يسمح إن يكون فيه تلاتين أربعين ألف نتمنى يا رب دا يحصل فيه الفترة اللي جاية عشان نشوف المشاهد الجميلة اللي خلي تنبرح مرسي القولر يتكلم عن جمهير الأهلي بشكل واضح وصريح لأن الراجل من ساعة ما جاء ما شافش الجمهور إلا في ملعب هزع بن زايد فيه أبو ظبي وشاف شعبية الأهل وجمهارية الأهلي لكن لما جاء من السودان وشاف الجمهور إزاي بيستعب لأهل في أسوان الراجل قال لك يا سلام دا لو في أفريقيا ولا في المشاهد اللي جاية دا هيد حماس كبير جدا للعيبة وعيدين دافع اللي احنا نشتغل ونبتكر ونحضر ونكسب كل مشاهدنا اللي جاية دي النقطة الأولى النقطة التانية مشاه أسواني مبارح الميزة اللي فيه عدوا بقى معاي أولا نتيجة ثانيا أداء ثالثا الروتيشن والتدوير اللي تم مبارح من مرسي الكولر دا ما كانش بيحصل في السنتين ثلاثة اللي فاتوا على فكرة رغم من الحمد لله اللي كان بيفوز ببطلاط لكن كان بيجي عليك أوقات كده مباراة الدوري كان بيبقى فيها مطبط كتير وده اللي خسرك الدوري آخر سنتين يعني قهربة مثلا آخر مطشوين ما كانش أساسي مبارح بدأ أساسي وتحرقات قهربة مبارح كانت لافتة للنظر رأس حربة نموزجي بالإضافة لكده حسيني الشحات بيواصل تقلقه وإبداعه مبارح عمل تلت أهداف صنع تلت أهداف مبارح لأفشة وعبدالقادر ومحمود ده قهربة حسيني الشحات مبارح كان متقلق طيب التدوير في إيه بقى أولا بدأت مبارح بمحمود متولي مكان ياسر اللي لعب مباراة الهلال بدأت مبارح بمحمد أشرف مكان علي معلول اللي لعب باكليفت في مطش الهلال ولاعب كاس علم أندية بدأت بخالد عبدالفتاح مكان محمد هاني في مباراة امبارح بدأت بأفشة أساسي ومكانش أساسي في مباراة الهلال بدأت بمروان عطية بجوارد يانج وريحت حمد فتح وعمر السورية لسه مكانش جاهز فادي كمان تتكلم على عنصر جديد في نص الملعب امبارح بدأت بقهربة مكان محمد شريف شوفوا التدوير في التشكيل لوصل لأي مرحلة انت بقى الفكرة عندك بالنسبة لك دلوقتي مش 11 أساسيين وعندك 2-3 على الدكة ممكن تستعين بيهم مرسل كولر وصل الأهل لمرحلة ان ما يقرب من 20-22 لعب كلهم في تقويت واحد زي بعض اللي بيظهر في التمرين بشكل كويس هو اللي بيتم الدفع به اللي بيقدر في المباراة بشكل كويس وفي استمرارية هو اللي بيتم الدفع به عشان كده مبارح شوفنا الأهل قدام أسوان قدر في الشوت الأول يعمل النتيجة والأداء اللي انتو شايفينه طيب اللي يهمني في نتيجة مباراة أسوان أو في الفترة اللي جاية الاستمرارية الحاجة الوحيدة اللي بتنقص الأهل خلال الفترة اللي جاية أو في الفترة الأخيرة هي الاستمرارية انت عندك أفضل لعبة في مصر وعندك أفضل قيمة محلية وإفريقية بشهادة الناس اللي فهمها في الكورة مش أقول للمحللين لاني طبعا تعرفين المحللين فيه كده وفيه كده لكن بشهادة الناس اللي فهمها كورة لكن النقطة اللي بيفتقدها الأهلي هي الاستمرارية الجيل ده ممكن يعني يسطر تاريخ أكبر من أجيال كتير سبقت في الفترات السابقة ورغم أن الجيل ده في السنتين اللي فاتوا عمل إنجازات طيبة ولكن انت كان بيأنقصك وانت بتفوص بأفريقيا انك عندك استمرارية بتفوص بالدور والكاس حصلت مرة لكن ما حصلتش خلال سنتين ثلاثة فبالتالي الاستمرارية هتخليك تعمل إيه؟ ترجع لنفس الطريقة اللي كان بيالعب عليها الجيل السابق اللي بدأ في 2005 وكان بيستحوز على بطولة الدوري بفرق أكتر من 20-30 نقطة عن أقرب المنافسين في الدوري إنك تلعب على الدوري وتفوص بيه تلعب على الكاس وتفوص بيه تشارك في السوبر وتبقى المرشح الأول دوري أبطال إفريقيا سوبر إفريقي كاس عالم أندية كنا بنعد دخليني السنة دي بستة بطولات هناخد الخمسة وهنلعب على ميدالية في كاس العالم للأندية حصلت في 2005 حصلت في 2006 أنت قد تفايز بالدوري والكاس والسوبر المحلي والسوبر الإفريقي في دوري أبطال إفريقي دي الاستمرارية اللي أنا بأتكلم عليها ده اللي أنت بيحتاجه الفترة اللي جاي الجيل ده نعصو الاستمرارية وعشان يبقى فيه استمرارية مهم جدا لا نعلي التون قوي وإحنا كاسبانين ولا نعلي التون قوي وإحنا خسرانين لازم يبقى فيه موضوعية في التحليل لازم يكون فيه موضوعية في التقييم يعني فجأة هجوم على محمد الشناوي فجأة إشادة بمحمد الشناوي فجأة إشادة بمحمد شريف بعد مباراة الزمالك ووصلوا لرقم 50 وهدفين في الزمالك فجأة هجوم على محمد شريف كلر مبارح قرر سالة مهمة جدا أتمنى المنطقي ولا المعقول أحاسب لعب على ضياع فرصة أو أحاسب حارس متقلق وعنده رصيد كبير على هدف ممكن يكون دخل مرمى مبارح كلكم اتفرجتوا على مباراة ريال مدريد وليفربول وأنا مش مبرر خطأ لحد أكيد اللعب في الأهلي لا يسمح بأي أخطار ولكن مهم جدا أنك تبقى مركز وتلعب برجولة لكن مبارح اتفرجوا على مطش الريال وليفربول شفتوا الخطأ بتحارس الريال شفتوا الخطأ بتحارس ليفربول بتتكلموا على مين تيبو كورتو أو أليسن بيكر هنا خطأ وهنا خطأ أهداف هنا وأهداف هنا فالمهم جدا بالنسبة لعبت الأهلي من أول حارس المرمى لغاية رأس الحرب الاستمرارية التركيز ولو في خطأ ترجع بسرعة وأنا واصل جدا في الجهاز الفني بقيادة تاكولر رغم أنه ممكن يكون عنده بعض الدفوهات ولكن الراجل ده على المستوى خلال السنتين ثلاثة جايين الأهل على المستوى الفني والله العظيم ما حد يعرف في جريف مصر ولا في أفريقيا الأهل بيلعب كورة احنا مفتقدينها منذ فترة مانو الجزي الكورة الهجومية الحديثة عدم المركزية النقطة الثالثة كمان والأهم الروتيشن والتدوير فكرة أنك تعمل تدوير بالشكل ده واللعابة بتكسب وتأدي وبتظهر لا نمسك الخشب بس نستمر على كده في الفترة اللي جاية وربنا سهل ماتشي سانداونز يا جماعة عنق زجاجة ربنا سهل بإذن لنا تخطى هذه المباراة لأن المباراة دي أنا باعتبرها هي البوابة اللي من خلالها هتبدأ تدخل منافسات دور أبطال إفريقيا من جديد وتحافظ أو تحارب على حظوظك في التأهل إلى الدور ربع النهائي طيب ماتشي سانداونز ودي الجزاية الثالثة اللي هتكلم فيها قبل مطلع الفصل ماتشي سانداونز يمكن فريق سانداونز وصل للقاهرة وبيستعد ليه مباراة النادي الأهلي وطبعا فريق سانداونز يمكن فيه تعادلات شوية في قايمة الفريق في تغيير شوية في شكل الجهاز الفني ويبقى سانداونز هو سانداونز الفريق اللي بيأدي كرة قدم حديثة في القرى الإفريقية وحققه ست نقاط من أول مباراتين الفوز على القطن 3-1 في جاروة الفوز على الهلال في بريتوريا بهدف مقابل لشيء أربع أهداف وعليه هدف وينالفكرة في حد ذاته كمان أن سانداونز السنة دي لا موجود الحارس الأساسي دينيس إنيانجو ولا موجود كمان الحارس كيندي موينا يعني الحارسين اللي لهم تاريخ كبير جدا مع سانداونز في البطولات الإفريقية آخر عشر سنين مش موجودين حاليا الحارس اللي بيشارك اسمه ويليامز وده عنده 31 سنة مش حارس ناشئ يعني ولكن في تعديل شوية في شكل التشكيلة طبعا فيه أبرز اللعبين المنضمين حديثا ملعوه ده رقم 33 في فريق سانداونز ده لعب موارد 2001 عنده 22 سنة أو 21 سنة لعب صغار في السن بس لعب خطير جدا كمان مارسيلو برافو رقم 11 سانداونز السنة دي من أمريكا اللاتينية استعان بلعب عربي مدافع مغربي ممكن ما لعبش المباراةين اللي فاتوا لكن قد يكون موجود في مباراة الأهل ففريق سانداونز فريق صعب مبارياته مع الأهل بتبقى صعبة جدا ونتمنى أن نتائج مع سانداونز السنة تكون مختلفة عن السنة اللي فاتت لأن السنة اللي فاتت فقدان ست نقاط من سانداونز زهاب وإياب كانت تخلت الأهل في موقف صعب ولولا الفوز على المريخ زهاب وعودة والفوز على الهلال في القاهرة مع التعادل في السودان الأهل يتأهل وقتها بعشر نقاط لكن الوضع المرضي مختلف الهلال رايح ليلعب القطن الكاميروني في جروة أوال أسبوع اللي جاي لو عمل نتيجة إيجابية هيولع المجموعة هتبقى المجموعة صعبة جدا لأن الأهل بعد سانداونز عنده القطن الكاميروني في القاهرة فالست نقاط دول هم اللي يحطوا لك الأمل أنك ممكن تتخطى دول المجموعة هتبقى تحط رجل في الفترة اللي جاي النهاردة الفريق خد راح بعد العودة من أسوان بالأمس النهاردة مرسل كولر إدى راحة وبقرى الخميس هيكون فيه تدريبات خميس وجمعة والدخول في معسكر مغلق والمطش يوم السبت إن شاء الله على ملعب السلام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بصافرة تحكمية للحكم الأسيوبي باملاك جاءت سين دي كانت أبرز المعلومات اللي اتقالت على مباراة أسوان والأهلي والحضور الجماهيري وكمان اتكلمنا على مباراة سانداونز والأهلي نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نبدأ نتكلم على تريند الأهلي ونشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا عن النادي الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد يمكن وإحنا في الفاصل كده كنت متواصل مع عدد من المصادر بشوف عندنا طبعا تصفيات إفريقيا عشرين تلاتة وعشرين هتتنظم بإذن الله التصفيات في أواخر شهر مارس ومصر عندها مباراة مع ملاوي في الجولة اللي التالتة من التصفيات الإفريقية وطبعا النتائج مترجعة في أول جولتين اللي كانوا وقتها متولي المسؤولية إيهاب جلال وبعدها تم إقالته وتم التعاقد مع البرتغالي روي فيتوري يمكن أبرز التعينات اللي وصلتلي من بعض المصادر في الاتحاد الإفريقي تم تعيين الحكم الموريتاني دحان نابيدا اللي أدار مباراة الهلال السوداني والأهلي هو اللي يكون حكم مباراة مصر وملاوي في الأجندة الدولية خلال شهر مارس المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطلت الأمم في القد فوار يمكن ده خبر لسه وصل لحالك خبر تاني مهم جدا ليه بقى مهم فاكرين لما تلاتك كلمت على الحكام المصري اللي بيتم الاستعانة بيهم في التصفيات الإفريقية أو في مباراة إفريقيا وقلت أن وقتها إبراهيم نور الدين لا يتم الاستعانة به في أبرز المباراة في الفترة الأخيرة من شوية جالي برضو تعيين لطاقم تحكيم مصري في التصفيات الإفريقية مباراة ميل مباراة ليبيا وتونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم عشرين تلاتة وعشرين الاتحاد الإفريقي استعان بالحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة ليبيا وتونس يوم تمانية وعشرين مارس على ملعب بنينة في ليبيا ومعه مساعدين طاقم تحكيم مصري أمين عمر حكم ساحة معه مساعد أول محمود أبو الرجال معه مساعد تاني أحمد حسام طه وحكم رابع محمود ناجي شوفوا بقى من شهر عشرة لشهر ثلاثة على مدار خمس شهور شوفوا الاتحاد الإفريقي استعان بكم واحد من القيمة الدولية للحكام المصريين ولم يستعين بالكابتن إبراهيم نور الدين يبقى لما نطرح السؤال ونقول لجنة الحكام إزاي حكم مستبعد من أبرز وأهم المباراة الإفريقية وإنت بتسنب لي أهم المباراة المحلية أمين عمر هو للمباراة التانية أو التالتة بيدرع خلال هذه الفترة ما بين مطشط منتخبات ومباراة أندية نفس الأمر كابتن محمد عادي في الطولة كابتن محمود ناجي في الطولة الشباب في مصر يعني كل الحكام بيسافروا وبيشاركوا في البطولات حتى دور الأبطال راح أمين عمر مباراة راح محمد معروف مباراة راح كمان محمد عادل عنده مباراة يوم الحد اللي جاي فيه الكونفيدرليا فأدي كمان تعيين رسمي لسه وصل لحالة مباراة ليبيا وتونس هيديرها الكابتن أمين عمر ومطش مصر وملاوي هيديره الكابتن دحان نابيدا الحكم الموريتاني اللي سبق ليه إدارة مباراة الهلال السوداني والأهل طيب نروح بقى لترند الأهلي ونشوف أبرز المعلومات اللي موجودة في السوشيال ميديا بخصوص الأهلي خلال الساعات الأخيرة نبدأ مع بعض بحساب كورا بلس واللي بيتابع خلال الفترة الأخيرة أبرز الأمور المتعلقة باجتماعات لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي الخبر البارز بالنسبة لنا في كورا بلس لجنة الانضباط بالكاف فتبدأ العمل على شكوى الأهلي ضد الهلال طيب المصدر قال لكورا بلس إن السكرتارية اللجنة بتجمع كل الأمور المتعلقة بشكوى الأهلي ضد الهلال وبتجاهز ملف كامل قبل عرضه على اللجنة اللي لسه ما حددتش معاد رسمي للاجتماع المعلومات اللي عندي في هذا الشأن بشكل رسمي مجرد ما تم إرسال شكوى للأهلي شكوة الأهلي إلى الاتحاد الافريقي ودفع رسوم المقررة الاتحاد الافريقي بدورو أرسل خطاب رسمي لنادي الهلال السوداني وطلب منه الرد على شكوى الأهلي قبل يوم السبت المقبل منحه مهلة أربع أيام وطلب منه الرد بحد أقصى قبل يوم السبت المقبل 25 فبراير والرد على كل ما ذكر في شكوى النادي الأهلي بشأن الأحداث التي جرت في ملعب الجهار الزرقاء ملعب نادي الهلال السوداني مجرد ما الهلال يرد وبمجرد إرسال تقارير الحكم والمراقب والمنصق الأمني ستجتمع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الأهلي والماتيريالز الموجود في الشكوى وكمان النظر فيه تقارير الحكم والمراقب والمنصق الأمني ورد الهلال السوداني اللي المفروض كمان يكون رد بأسانيد مش رد مطلق او رد مرسل وبعد ذلك ستجتمع اللجنة وستحدد الموقف والقرار الرسمي في هذا الشعر ده الأمور المتعلقة بشكوى الأهلي ضد الهلال السوداني طيب تروح بقى لسبورت 360 مصرية وبتكلمه على إحصائية لمحمد الشناوي تصدى محمد الشناوي لتلاتة من آخر خمس رقلات جزاء سددت عليه صد رقل الجزاء من ريال مدريد كاللوكا مودريتش في مباراة فلامينجو طبعا يعني تم إحرازهم صد في مباراة الهلال السوداني وصد أيضا في مباراة أسوان وبالتالي تصدى لتلاتة من آخر خمس رقلات جزاء طيب نروح لي يلا كورة وبتكلمه على الشناوي ووصفوه بالاختبوت الاختبوت محمد الشناوي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري المصري نبنتكلم من الشناوي مباراة كان خمس أهداف بس اللي مونيا بيهم ممارما الأهلي والمباراة انتهت مباراة الحمد لله ثلاثة صفة وبالتالي أقوى ضفاع وأفضل حارس مرمى في الدوري حتى الآن هو محمد الشناوي طيب الوطن سبورتو بيتكلمه على أن فيه تلات تعديلات من كولر في تشكيل الأهلي أمام سانداونز بدوري أبطال إفريقيا قلت لكم فكرة التشكيل الناس كتير بتقول تتوقع كولر هيأمل ايه ولكن صعب جدا تتوقع في ظل التدوير اللي موجود ممكن أكيد هيقلش منك مركز أو اتنين لكن تتوقع بشكل كامل بتبقى صعبة جدا الوطن سبورت بيتكلمه أن من المرجح يعني تبقى لتوقعاتهم ومعلوماتهم أنها يرجع معلول ومحمد هاني وحمد فتحي مكان خالد عبد الفتاح ومحمد أشرف وكمان مراوان عطية ننتظر ونرى لعل أو عسى ممكن يكون كولر محضر مفاجأة تانية في مباراة سانداونز وسواء في طريق اللعب سواء في التحرقات في التمركز في رأس الحربة كل ده هنشوفه خلال الساعات اللي جاء عايزة طيب منكم الأول على قهربة دكتور أحمد أم عبلا كانتكلم مباراة على قرابة وقال حص بإجهاد عضل شوية ولكن إن شاء الله هيكون سليم وجاهز قبل مباراة الهلال كمان مباراة فوجئنا أن حسين الشحات يعني ما كانش في أي إصابة ولكن لما وصل للقاهرة فوجئنا أن كان عنده إصابة كده وتعرض لكسر فيه أحد أصابع إيده وعمل جبيرة كده بسيطة لكن حسب معلوماتنا أنه مش هتمنعه من المشاركة في مباراة الهلال السوداني لكن إن شاء الله بإذن الله تكون اللعبة كلها جاهزة على مباراة الهلال بالمناسبة كمان عمر السولية هيكون إن شاء الله جاهز في التدريبات ابتداء من غدا الوطن سبورت الأهلي يجدد عقود ثلاث لعبين خلال أيام طيب الأهلي يجدد عقود ثلاث لعبين والكلام بخصوص حسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمد دهاني ننتظر ونرى إلا هيحصل خلال الفترة لكن في ملف التجديد يا جماعة عاز أكد لكم مفيش أي أسبة مفيش أي مشاكل خالص كل اللعيبة حصل معها اجتماعات وفي التوقيت الرسمي النادي الأهلي أكيد هيعلن خطواته في الفترة اللي جاية والميزة كمان مفيش لعيب راح للأهلي قال له أنا عندي عرض ركزوا أوه في المعلومة دي مفيش لعيب راح للأهلي قال أنا عنده عرض أو عنده عروض خلال الفترة اللي جاية فأكيد فيه تقدير كبير جدا من الطرفين سواء من الأهلي للعيبة أو حتى من اللعيبة للأهلي واستمرارهم في الفريق الفترة اللي جاية كورا بلاس نفس الكلام الأهلي يفتح ملف تجديد حسين الشاحات بفرامان من كولر وأنا أعطبكم الموضوع ده ما فيهوش أي مشاكل خالص آخر حاجة معايا كورا إليفن تقارير الأهلي يستعجل فيفا للحصول على مكافئة مونديال الأندية التي تبلغ 2 مليون دولار سابق قبل كده وكلمت وقلت مش فكرة استعجال فكرة أن الاتحاد الدولي كان مدي مهلة لغاية 18 فبراير ابعت قبل هذه المهلة واطلب القيمة المالية في جائزة البطولة ويرسل الحساب البنك وده حصل بالفعل قبل 18 فبراير النهاردة احنا نتكلم في 22 فبراير يعني أربع أيام قبل نهاية الشهر هيكون فيه رد رسمي وإرسال الجائزة المالية من الاتحاد الدولي فيفا نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نكمل مع بعض بقية فقرات برنامج التريند طيب عندنا بالتأكيد حديث عن تشكيل منتخب مصر مصر النهاردة تلعب مع لاجيريا حوالي الساعة 7 بتوقيت القاهرة في الجولة التانية من التصفيات أو بطورة أمم إفريقية للشباب تحت 20 سنة جهاز الفن بقيادة منتخب مصر حتى 20 سنة أعلن التشكيل قبل موعد المباراة المباراة حوالي الساعة 7 يعني قبل ساعة ونص هيكون في حراسة المرمى مصطفى مخلوف عبد الرحمن نجودة وعمر فايد وأحمد رضا وكريم الدبيس في خط الدفاع خالد عوض ومحمد حمدي ومهاجد هاني في وسط الملعب أحمد عبد الرحيم ما إيشو ورافة خليل وبلال مظهر في خط الهجوم ده التشكيل ألعب بمنتخب مصر في مواجهة نيجيريا اليوم في الجولة ألا الثانية ولا بديل أمام منتخب مصر سوى الفوز لضمان حظوظه في ظل أن طبعا السنغيال المتقدمة على موزنبيق في المباراة الجارية في هذه الأسنة طب نروح إلى الترند العالمي ونشوف اللي اتكتب في الترند العالمي خاصة أن دور أبطال أوروبا المباراة بدأت أو المباراة بدأت الفترة الحالية وإنبارا كانت فيه مباراة كبيرة ما بين ليفربول وريال مادريد حساب أبطال الإحصائيات على تويتر بيقول أن محمد ده صلاح أصبح أكثر لاعب إفريقي في التاريخ يسجل أهداف في دور الأبطال برصيد 44 هدف إنبارا كان خلاص هو على أعتاب يعني فرق هدف ما بينه ما بيننا دي ديد رجبة لكن صلاح بصراحة في فترة مشاركته وانتقاله لفريق ليفربول عامل أرقام قياسية إنبارا أصبح هو أكثر لاعب إفريقي في التاريخ سجل أهداف في دور الأبطال 44 هدف هل الأرقام وقفت عندي هنا بس؟ لا تعالوا كمان نشوف حساب بسكواكا للإحصائيات أيضا على تويتر بيقولوا أن محمد صلاح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول سجل أهداف في دور الأبطال برصيد 42 هدف وتخطى ستيفان جيرارد برصيد 41 هدف يعني الأول كأكثر لاعب إفريقي هو دلوقتي رقم واحد بـ 44 هدف الأمر الثاني تخطى كمان أسطورة ليفربول ستيفان جيرارد وبقى أكثر منه بـ 42 هدف وستيفان جيرارد 41 هدف طبعا صلاح في 44 هدف هو مش أهدافه مع ليفربول بس أهدافه في دور الأبطال مع كل الأندية اللي شارك فيها في دور أبطال أوروبا وبالتالي دي أرقام قياسية لمحمد صلاح طيب لسه في رقم تاني لمحمد صلاح وحساب أيضا أبطل الإحصائيات بيقول إن محمد صلاح أول لاعب من الدور الإنجليزي يسجل ويصنع في 8 مباريات بدور أبطال أوروبا سجل وصنع في 8 مباريات بدور أبطال أوروبا دي كلها أرقام يعني للتاريخ للفرعون المصري محمد صلاح طيب حساب أبطا كمان بيقول إن ريا المدريد أول فريق يسجل خمس أهداف خارج ملعبه في دور أبطال أوروبا منذ بداية البطولة في عام 2000 أو منذ يعني مباراته في عام 2003 يعني تخيلوا ريا المدريد من 2003 ل2023 آه آه ده منذ بداية الحساب نفسه يعني حساب الإحصائيات اللي بدأ في 2003 يعني على مدار 20 سنة في الفترة دي كلها الريال مقدرش يسجل خمس أهداف خارج ملعبه فهل تتخيلوا إن الريال على مدار 20 سنة مقدرش يسجل خمس أهداف خارج ملعبه ولما سجل ولما سجل سجل في مين؟ في ليفربول يعني ده حاجة أرقام قياسية لفريق الريال وتجي تتفرج على الريع على فكرة على أرض الملعب ممكن ما يحسكش أنه هو عمل مباراة كبيرة أو أداة كبيرة ولكن عارف يكسب ويجيب نتيجة وسكور ويتأهل كمان للأدوار النهائية طيب حساب يلا كورا نقل تصريحات ليوردون كلوب واللي بيتكلم فيها سنلعب مباراة كورة قدم في مباراة العودة أمام ريال مدريد سنذهب إلى مدريد ونلعب مباراة كورة قدم إذا كان علينا تسجيل أهداف هناك فستكون كل هجمة مرتدة فرصة لهم يتعين علينا أن نتعلم من تلك الليلة الله يا مستر كلوب أنت عندك موقعة ومباراة صعبة جدا يعني أنت محتاج تكسب الريال 4-0 محتاج تكسب الريال 4-0 عشان تتأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا ولكن لو ركزنا ما بين السطور في تصريحات يورجون كلوب هو بينتخد خط الدفاع بشكل واضح جدا لننبارح الأهداف اللي تم إحرازها أخطاء دفاعية فادحة وخطأ الحارس البرازيري أليسون بيكر أكيد غير مبرر طيب نروح كمال لآخر حاجة في الترند العالمي حساب إي بي إيل وورلد عاجل كريستوفر فيفل المدير الفني الجديد في تشيلسي قام بعقد اجتماع طارق مع جرهان بوتر وطاقمه يوم السلساء لمراجعة أحداث الموسم تم عقد الاجتماع في كوبهام طيب دي أبرز الحاجات اللي معنا النهاردة في الترند العالمي نخرج لفصل وبعد الفصل نرجع لآخر حاجة معنا فقرة المشاركات على السؤال ترحناه في بداية الحلقة طيب آخر فقرة معنا في البرنامج الترند والجزء المتعلق بالمشاركات والسؤال ترحناه في بداية الحلقة وسريع عشان وقتنا بيجري بسرعة استاذ محمد عبد الناصر بيقول لتوقعاته للتشكيل الشناوي على معلول خالد عبد الفتاح متولي عبد المنعم حمدي فتحي آليو ديانج أفشى الشحات قهربة عبد القادر وأتمنى الفوز للنادي الآلي ونسجل أول سلاس نقاط في البطولة الإفريقية استاذ أحمد الشيخ بيقول الشناوي هاني ياسر عبد المنعم معلول ديانج حمدي مروان الشحات عبد القادر تاو طيب دي أبرز الأراءة بخصوص التشكيل والتوقعات للنتيجة وزي هون شايفين طبعا وقتنا الأسف دي يجري بسرعة لكن نتمنى التوفيق رب للأهل يوم السبت المقبل في لقاء سانداون زي في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء